بحفاوة وكرم استقبلنا في منزله العتيق هنا في حوطة سيئون وعلى الرغم من تقدمه في السن إلا أنه قادنا بعد هذه الزيارة إلى جولة أخرى أكثر تساعا عبر سيارته في شوارع مدينته سيئون هذا كتاب في التاريخ القديم طبعا قديمة المؤرخ والأديب اليمني العصامي جعفر الثقاف الذي ولد عام 1918 في عامنا الحالي يحتفل المؤرخ الثقاف بعيد ميلاده المئة وما زال يتمتع بكامل قواه البدنية والذهنية وها هو صاحب الشخصية النادرة يفوز هذه السنة بتربعه عرش الوفى له من جيل عاصرة استفاد منه وخدمه هذا أنا جعفر الثقاف هذا منذوق الجزائر هذا جعفر الثقاف هذا جعفر الثقاف هذا في ليبيا قدمناه بعد نحو مئة عام لا تزال ذاكرته متقدة لا تشيخ مليئة بالمحطات الاستثنائية التي عاجها خلال العقود الماضية في مختلف جوانب الحياة لا سيما الإعلامية منها حيث عمل مراسلا صحفيا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إبان الحرب العالمية الثانية ومراسلا لإذاعة عدن ومجلة العرب الكويتية ناقلا ومدونا أحداث وتفاصيل الحرب في هذه المذكرة الصغيرة التي لا يزال محتفظا بها حتى اليوم ثمان جوازات أحملها فأكتب فيها ميلادي 1918 وغيره الآن أحمد الله أنه ربي منحني هذه العافية ومنحني هذه الذاكرة لا زيت إلى الآن أكتب وأسجل بين مرحلة وأخرى لا يتوانى الأستاذ والمورخ جعفر السقاف من الاستمرار في إدهاش كل من حوله جعفر ها هو هنا يفتتح مكتبته الخاصة التي تحتوي على الكثير من المؤلفات والوثائق والمخطوطات النادرة ولأن الكاميرا لا تفارق السقافة في حله وترحاله ظل محتفظا بآلة السينما عارضا ما وثقته وعدساته أوثق المخطوطات القديمة وأيضا أوثق الأنساب أنساب كل الأسر كندة حمير أزود الطلبة الذين يتقدمون إلى الجامعات أيضا بالمراجع عنهم اللي بيتقدم ماجستير اللي بيتقدم دكتورة عقود من الزمن أفنى السقاف خلالها عمره في تدوين مالم يدون في تلك الأزمنة من الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والشعبية إذ بات منهلا لكل طالب معلومة أو تاريخ معين ومع ذلك والغريب في الأمر كما يرى البعض أن يظل مثله بعيدا عن اهتمام الجهاد الرسمية التي لا تتذكر مثل هذه الأسماء البارزة إلا بعد رحيلها الوالد جعفر السقاف أطال الله في عمره قد يكون أول شخصية ثقافية واجتماعية بارزة يحتفل بعيد ميلاده المأوي ولا زال مهتما بالتاريخ ومطلعا على مؤلفاته وكتبه حدد مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر